بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الظالمين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسر من النار فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحقوا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم وردون ذلك بأنهم قالوا لا تمثنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت فهم لا يغلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنذع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك القير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير إساء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقار ويحذركم الله نفسه بين الله البسير كل إن تخصوا ما في صدوركم أو تبذوه يعلمه الله ويعلو ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وحظى وما عملت من سوء تبذلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف ببعباد كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ورحيم كل أطيعوا الله بالرسول فإن تملوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذبية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نبرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذبيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحررا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرضك من يشاء بغير إسا هناك دعا ذكريا ربه قال رب هبري من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قايم يصلي في المحرار أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضا وادكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك بطهرك باصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك ما السدي وركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يفتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيث ابن مريم مديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر قال كذلك الله يقلك ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يقلق لكم من الطين كهية الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله أو بريء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أو نبئكم بما تأكلون وما تزدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فمصدقا لما بين بي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحباريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فارتبنا مع الشاهدين ومكه ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فجاعر الذين اتبعوا كفروا فالذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نفلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تملوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثمائم بيننا وبينكم بل لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإذا تملوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقدون ها أنتم هؤلاء هاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يغلونكم وما يغلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنذر على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آقره لعلهم يرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ كُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفغل بيد الله يؤتيه من يشاء والله آس عليم يختص برحمته من يشاء والله من فضل عظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المفقين إن الذين يشهرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فيقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فيقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر إن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالغفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما أتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصدونه قال أقررتم أقصتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم ساسكون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون كل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباد وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينا والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وعفلحوا فإن الله وفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا لن تقبل توبتهم فأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون وما تنفكوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنثل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت غذع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عرجا وأنتم شهدا فبالله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم كتلى عليكم بآيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدان فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته خوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم باياته لعلكم تهتدون فالتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر فأولئك هم المسلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قللون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق أما الله يريد علما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمناهم الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسكون لن يطبوكم إلا أذى وين يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينفرون ضربت عليهم الذلة وينما سقفوا إلا بهبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون الأنبياء بغير حق ذلك إما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا ثباءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات فأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك أصحاب النار ينفيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يغلبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ردوا ما علمتم قد بدت البغضاء من نفرائهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم لا ياب إن كنتم تعكلون ها أنتم لا يتحبونهم ولا يحبونكم ما تؤمنون بالكتاب كله فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامر من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم أسنة تسقهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهلك تذبئ المؤمنين مقاعدا لكتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فلنتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون استقولوا للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمثة آلاف من الملائكة مسببين وما جعلهم الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا صائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم غالبون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غصوره رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مغاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمبتقين الذين ينفكون في الصراء والضراء والكاومين الغيظ والعافين عن النار والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو لم أنفسهم ذكروا الله فاستوفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتي الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العابرين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فاندروا كيف كان عاكبة المكذبين هذا بيان للناس بهدى ومعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم طرحا فقد مست القوم طرحا مثله وتلك الأيام ردابلها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم أسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كذابا مؤجلا ومن يري السباب الدنيا نؤتهي منها ومن يري السباب الآخرة نؤتهي منها وسنذر الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربديون كثير فما وهنوا لما أعصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإصرافنا في أمرنا وسبب أقدامنا منصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سباب الدنيا وحسن سباب الآخرة والله يحب المفتنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يوضوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين تنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينذر به سلطانا فمأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه هتا إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يبتليكم ولقد عفا عنكم والله هو صغل على المؤمنين استسعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحذنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعض الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق غن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء كلنا الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا كل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين قطب عليهم القتل إلى مزاجعهم فليبتلي الله ما في صدوركم ورما حس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تبلوا منكم يوم التقى الجمعان إن مثد لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا إذا ضربوا في الأرض يو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويمين والله مما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما اغفرتم من الله ورحمة خير مما يجبعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله فحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت فهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بصفة من الله ومأواه جهنم فبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فقد من الله على المؤمنين إذبعت فيهم عصولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم من الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقل دمعاني فبإذن الله بليعلم المؤمنين بليعلم الذين نافقوا أقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أبدفعهم قالوا نولعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بإفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو وطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يمواتا بل أحياهم عند ربهم يهزقون فرحين بما آتاهم الله من فغله فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يعدنون يستبشرون بنعمة من الله ففضل وأن الله لا يزيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم فاتقوا وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سره واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم إنما ذلك من الشيطان يخف وغلياء فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحظم كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحتمن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إن ما نملي لهم يزادوا إسماء ولا يحتمن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إن ما نملي لهم يزادوا إسماء فلهم عذاب موهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتكوا فلهم أجر عظيم فلا يحسبن الذين بغلون بما آتاهم الله من فغنيه وخيرا لهم بل هو شرص لهم فيطوقون ما بخلوا بي يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبيل لقد سمع الله قول الذين قادوا إن الله فقير ونحن أغرياء فنكتب ما قادوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لكم عذابا هذية ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد الذين قادوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله الداع كل قد جاءكم وصول من قبلي بالبينات وبالذي كلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والذبر والكتاب الممير كل نفس ذائقة الموت فإنما توفع نوجوركم يوم القيامة فمن زحرح عن النار ودخل الجنة فقد فاه ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميساقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم نشروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض بطلاف الليل والنهار لا يأكل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ثقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقط أخذيتا ربا للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أنا منود ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعال فاستجاب لهم ربهم أني إذا أذروا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتي الأنهار فبابا من عند الله والله عنده أصن السباب لا يغرى أنك تقلب الله سمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفجدون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله